صباح الخير عفوا زميلة الزهور صباح الخير كل المشاهدين الكرام نحن متواجدون الآن على مستوى متوسطة عمر واضح ببلدية ود سمار أين سيشتاز تلاميذ شعبة الأدب والفلسفة امتحان الفلسفة هذا اليوم الثالث للإشارة في تلفزيون النهار كان رفقة التلاميذ طيلة اليومين السابقين كما سبق وقلت أن تلاميذ سيشتازون امتحان الفلسفة هذه المادة الأساسية تلاميذ يمكن أن نقول متخوفون أو يعولون على هذه المادة لأنها أساسية سيلتحق بهذا التلاميذ من أجل معرفة رأيه حول امتحان الفلسفة صباح الخير ذكرني في الاسم آنس قل لي أنس كيف كانت حضرتك البارحة أو طيلة السنة خاصة بنسبة هذا الامتحان باعتباره مادة أساسية كيف سأنا عم كون بلينة ريفيزيت فيه الحمد لله عملي فات بارحة يعني كيف كيف حفظت سيت حفظت شوال قالوا لك إن دروس مقترحين حفظتهم ما دوك دروس ما اسمه اللغة والفكر يعني الواضح أنه تمر قد شمليح البارحة شمليح البارحة نعم ناري ماذا عن الحالة النفسية لهم بعد انتحانات لغة العربية؟ أكيد أكيد يعني امتحان لغة العربية يعني كنتو كان الموضوع يعني كان في متناولكم يعني يعني حيعطي لكم دفعة أكتر بش تشتغلوا اليوم في امتحان الفلسفة أنا العربية شوية هو لي صغالي برتورباني كتر برتوربك موضوع العربي يعني لك معول أكتر على امتحان الفلسفة أنا معول في الفيلو بس نصغل ربروني شوية لا نطل عليك أكتر لأن التلميذ سوف يتوجه الآن إلى قاعة الامتحان عودة إليك زميلتي ظهور نعم شكرا لك ناري ماني شكرا لك زميلتي ظهور شكرا وبالتوفيق لكل المقبلين الذين سيستجون امتحان الفلسفة ومدت العلوم صبيحة اليوم